اهلا بكم حباب قلبي يارب بتكونوا بخير انا يعرف بقى النهاردة ابهيرة عصالح مانيشيا على فديا ازاي بس قبل كل ده ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة بنبدأ الحلقة بالمشاغبة بتاعتنا ابهيرة بتفكر كده عصالح بقى فديا على مانيشيا ازاي او ما بتعرفين لازم تحصل مشكلة كبيرة عشان يستلحو تجري على طول على اكل روهي وتبوزو روهي بتكون منهارة اللي حصل اللي خليك تعملي كده كمان الاطفال بيروح يقولوا للجدة طبعا العائلة كلها بتكون متوترة هيغدو الضيوف ازاي وارمان مستغرب يا ابهيرة اللي عملتيه وروهي انتي وقحة جدا مش همك مشاعر الناس والاكل اللي انا عامله ده ويعني هيبوز كده عناه من غيره امتى وما فيش وقت الضيوف بقى مستعجلين ومستغربين الاكل اتأخل ليه مانيشيا بقى بتقول انك النات العائلة بتشجروا مع بعض كويس او لو خرجوا بالسلام من المطبخ طبعا يعني الديوف بيضايقوا منها جدا بقولوا لها ما ينفعش تلك كلمة قدامنا بالطريقة دي منروح بقى لسايد ديف اللي بيزعم من شارو ازاي تروح يعني مكتب العائلة وتغذي الاشياء دي منها انتي كده ما عندكش يعني امانة ولا احساس كمان بالمسئولية انا مش عايزك تاني خالص في المكتب الجميلة بتبكي وبيصعب طبعا عليه وبيقول لها خلاص امسحي دموعي بس اخر مرة تعاملي كده شارو بتبكي اكتر وبتقول له اوعيدة كده انا مش هعمل كده تاني وبنرجع بقى للعصابة اللي في المطبخ وارمان مش عارف يعمل ايه وعارف انه ابهيرة غلطانة وابهيرة بتقاوح عامل ايه يعني خلاص اتأسفتوا لو عايزين حلويات يجيبوا اي سكرم ولا اي حاجة من الخارج وروهزة علينا جدا انتي ما عندي كيش دم ولا كمان احساس بالمسئولية طبعا فدية ومانيش بيجوا على طلب وقفوهم على جنب بيصلحوا كل الاشياء وبيكونوا مستغربين جدا هم خلقهم ضيئ كده وبتعاركوا مع بعض ليه وكده خلاص خطة قبيرة بقى نجحت وبتكون سعيدة جدا عشان يتصلحوا بيلاحظ ارماني اللي هي سعيدة وبيقولها انا حاس ان انتي عملتش كل ده عشان يتصلحوا مع بعض لكن رو مش بيعيبها طبعا اللي هو بيمدح في قبيرة وبتقول له لا استحالة يا كمام تتوقح معانا وقصدها حاجة سيئة وبيظهر بقى الجد منيش هو سعيد جدا من الحلويات اللي جايبها الجد والعامة مستغرب جدا هي الشمس طلعت ولا ايه يعني انتو بتبنعوني من الاشياء دي وجابينها دلوقتي لكن هم عايزينه طبعا يكون سعيد والجد بتقول له يعني شاركنا في كل شيء بيستقرب من الكلام لكن بتغير الموضوع بتقول قصدنا يعني في الحلويات لكن بيقول لا الحلويات استحالة شاركوا فيها بيسرح كده وبيفتكن ان الحلويات دي كانت اكشرة بتحبها جدا هي وابهيها الجد منيش بيقول لهم انا افتكرت اكشرة كانت بتحب الحلويات دي بيوصلهم قوي بيقول لهم ان هو آسف لكن الجد ده بتقول الاطفال رحلوا لكن ذكرياتهم موجودة وكمان بيتشاركوا الحلويات معا وكلهم بيكونوا فرحة دي ان هم سعداء ان هم خلوه يبتسم حتى لو قليل فيديو منيش بيظهروا وهم خلاص صلحوا كل الاشياء والضيوف قاعدين خلاص على طاولة الطعام وعايزين ياكلوا بيقولوا روحيه قبيرة انتو اللي عملتوا كل شيء احنا بس صلحنا يعني الاشياء البسيطة طبعا الجد ده بتكون خايفة جدا من الطعام ما ياجبش الاصدقاء لكن اللي حصل كان يعني شيء كواس جدا وطبعا الاصدقاء عجبهم الطعام ودرجة ان هم عايزين يعني يعني يلفوا الطعام اللي بتبقوا وياخدوا معاهم للمنزل بيظهر بقى المحامي سنجال اللي بيقرح ابهيرة كره كبير بيتصل بي والد يفراش بيقوله تعالى شانت خرج ابني من السجن وتعمل اللي ما قدرتش تعمله وكمان تفوز على ابهيرة بيقوله اكيد انا جاية قدم الموضوع في ابهيرة الضيوف بيكونوا خلاص بقى خلصوا يعني وقتهم مع الجد ده وبيرحلوا من المنزل بتيجي بقى فدية وماليشيا بيحضنوا بعض وبتأسفوا البعض كمان والجد بتقول يلا بقى افرق عليكم الحلويات كل اللي عمل الطعام كلهم موقفين صفي كده وابهيرة بقى فرحونة جدا وارمان بيقولها استعدي بقى اول مرة تاخدي حلوة من الجد الجد ده بقى بتوقفهم وراء بعض وبتديهم الحلويات وكانت كمان مش عايزة تدي ماليشيا لكن ماليشيا بكت زي الاطفال وفرحت اول لما اخدت الحلويات وكمان ارمان خد الحلويات وابهيرة جهزة بقى عشان تاخد الحلوات لكن بتحصل طبعا حاجة سيئة جدا الجد ده بتقول لا استحالة مش عديكي اي شيء انت يعني افسدتي طعام روه ارمان بقى الجميل بيزعل على الابهيرة بعد ما اخد الحلوة وحضن كده الجد وقالت له انت قدي استقى وقدي كمان وعدك ليا بيرجع الابهيرة وبيمدي ايديها بيقول لها يا جد هي عملت كده عشان تصالح امي على عمتي واهم حاجة اللي هم تصالحوا محتاجة كمان يعني الحلوة منك عشان تبقى يا موسوطة زينا لكن ابهيرة ما بيعجبهاش الشيء وبتقول يعني انا مش هاخد يعني الحاجة بالاكبار بتناجع عليها الجده وبتقول لها اخد نص حلوة بس ونص التاني يعني لما تعملي حاجة كويسة كبيرة بتاكل الحلوة على طول وكلهم بتحكوا عليها وبتحضن بقى الجده واكنها يعني طفلة صغيرة وطيرة كده من على الارض الجده بتوقفها يا بنتي انا مش قدك يعني انت هتكسريني كده يا بنتي في ايدك كريش بقى بيقول عشان نهدي اعصابنا من اليوم الطويل ده نعمل بقى كده صهرة يعني تكون فيها استجمام وهي صهرة طبعا التليق كلهم بيكونوا فرحانين طبعا بالصهرة دي لكن ابهيرة جميلة بتكون حزينة جدا عشان اللي كانت بتعمل معاه طبعا يعني الحكاية دي كانت مومتها وارمان بيحاول يهديها وبيقول لها تعينام المعبعد يعني العادة دي لكن بتتدايق جدا هي وبتمشي طبعا هو مش لاقي حد غيرك يارك يارك طبعا بيقى عفاصله دماغه بيقول لها يا حبيبتي انا كده حكون يعني اصلع يرديك يا خوك يكون اصلع هو صغير كده كمان ما بتكتفيش بكده بتقليب الزيت بيقول له حرم عليك انا جمعت الزيت ده بالعافية بتقول له انت يعني لسا اعطي وراح اجيبه على طول واجي بيقول بقى رايح دماغي كده وشغل شوية اغاني وبيحس ان في حد بقى بيدلكله كده يعني دماغه ويفتكرها قيارة طبعا بيقول لها ايه الحلاوة دي ده النهاردة تعبان جدا ودلوقتي انا مبسوط لكن بيتفاجئ ان هي الدخيلة بتاعتنا طبعا روحي وبيكون مكسوف جدا ومتوتل بيقول لها شكرا جدا انت تعبتش نفسك ليه طبعا روحي بيكون دماغة قيل جدا وشكلها وحش كده وهي تدخل في كل حاجة وبتقول لها انا قلت يعني انت تعبان اريح لك دماغك شوية بيسيجي كيارة بتقوله يا اخي مالايش يزديد بيقول لها مفيش اي مشكلة انا هرتاح شوية خلوس كده مفيش وقت هنام بقى عشان العمل الصبح بيروح الجميلة عالغرفة عشان يريح دماغه بيسمع اغاني طبعا عالية جدا وكمان بيشوف ابيهرة متغطية كده يعني بيشيء وبيحس ان هي حزينة جدا بيدخل بقى يعني كمان جنبها وبيحاول يستدرجها في الكلام عشان يعرف مالها وبيقول لها انا عالف ان انت حزينة جدا عشان سيدتي لكن ممكن نشارك العادة دي مع بعض بتقول له استحالة محدش يعرف يعني يعبل زيها كده ارمان بيقول لها اكيد محدش يعني هيكون بدالي الام لكن نجرب بتبكي جدا بيقول لها بتبكي لي يا بنتي انت نكدية جدا على طول بتقول له انا يعني زعلنا عشان هقول لك ان كلامك صح المراضي وانا كمان يعني مفتقدة ممتي جدا انا شعري غزيرة عشان هي على طول كانت بتدلقلي شعري بيقول لاتا بتاعلي نجرب ولا جبلك شامبو بقى وحاجة كده وفقك بقى من التدليج ده لكن بتكون حزينة جدا هو كمان يعني بيحاول استدريجها وبيقنحها كمان الجميل ارمان وبياخدها كده يعني عندي السرير وبيقعدها وبيحضر الزيت وكل شيء بقى عشان التدليج لكن بيشرت عليها وانا بعملك بقى العادة بتاعتك دي انتي وممتك ولانا قصة جميلة بقى على سيدتي هي كمان مش عجبة التدليج وهو بيفضل ادحكها بيقول لها شعارك ده يعني بايز كده ليه يا بنت انتي مصرحتوش من امتى يعني لكن الجميلة بتدحك هو فرحان جدا عشان طبعا هي بتدحك وهو بيدلكها كده بالروحة وهي بتحكيله حكاية عن ممتها وبيكون ساعد جدا عشان اسعدها وانا روح بقى للجد مانيش اللي فرحان جدا عشان بيكلم صديقه لكن بيتفاجئ ان صديقه بيقوله خلاص يعني انا بموت تعالى شفني خلاص انا تعبان جدا بيجري على طول عشان ينقذه لكن بيتفاجئ ان صديقه موجود وبيكون عامل فيه مقلب بيكون فرحان جدا ودمه كمان خفيف اول اللي اتنين بقى بيرقسوا مع بعض وبيقوله حرام عليك انت عتموتني صديقه بيقوله عموتك ايه انت لسه شباب يا ابني انت بص انت شكلك كده يعني اصغر مني اللي اتنين بيفضله يعني هزروا مع بعض وبيقوله تعالى اكلك بقى الاكل اللي انت بتحبه في الوقت ده الجميلة ابييرة بتاكل كمان الطعام اللي هي بتحبه اللي بيفكرها طبعا بمامتها لكن ارمان طبعا بيكون محتاس وعايز اميسه الابيت بتقوله ما عندكش الاميس واحد ان انتوا معاكل فلوس كتير وفديو بقى عندك يا انا عشر عشرين بيقولها يا فقيقة انا عندي كتير بس كلهم بيتغسلوا وكمان لسه حكوي انا ما عنديش وقت هي بقى عايزة تساعده لكن ايديها متسخة بتقوله ما فيش اي مشكلة حمسحة وخلاص بيوافق بقى ارمان عشان هو مستعجل وبتروح بقى عشان تكويله الاميس لكن بتعمل كده مشكلة في المكوى بيقولها يا بنت انت عايزة تعطليني بتقوله لا انا مش عطلك يعني واعمل ماس قهرابي وموت الجميع انا ممكن كنت عملت اي اشياء تاني وعطلتك بيقولها متعرفيش تعملي الاشياء وانتي سكتة بتروح عشان تشوف مكوى جديدة لكن بيتفاجأ ارمان اللي روحي وقفه بتكويله الاميس وهنا بتنتهي حلقتنا متنسوش اللايك